بسم الله الرحمن الرحيم سر اختبأ بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفيه الشيطان عنك ولا يعلمه إلا قليل من الناس سر إذا انكشف لك فإن شيطانك قد قضي علي قهرا وكمدا وغيضاء وكأني أرى شيطانك الآن أخي الحبيب أخت الكريمة لا يتمنىك أن تسمع المقطع لأنك ستكشف سرا بشر به الحبيب صلوات ربي عليه يقضي على ما بناه الشيطان بك من ذنب فإليك السر الهدية إنها صلاة التوبة اسمع لحبيبك في الصحيح قال ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له أما نتيجة السر فقد أعلنها القوي سبحانه فقال إن كيد الشيطان كان ضعيفا فكلما أقبلت بصلاتك أكثر ضعف شيطانك أكثر فإذا علمت هذا السر ولا يعلمه إلا قليل فأرسله لغيرك وخذ البشراء والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من تاب وبمن غفل وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر